اهلا بك عزيزينا المشاهد في حلقة من حلقة قناتنا قناتها صفير الزينة موضوع حلقة النهاردة الاطعمة السامة وتأثيرها على طيور الزينة والاطعمة الممنوعة اللي يجب ان احنا ما نقدمهاش بتاتا لطيور الزينة ابقى معا في الحقيقة ان طيور الزينة من الكائنات الرهيفة جدا والضعيفة وعشان كده في بعض الفواكه والخدروات والاكلات يجب ان يمتنع المربي او الهاوي عن تقدمها لطيور الزينة لانها ان اكلت منها فهي هلك لا محالة هنتناولهم بالتفصيل من خضروات او فواكه او مأكولات تحرم على طيور الزينة اول طعم محرم على طيور الزينة هو خضروات السبانخ تحرم تقدمها لطيور الزينة لان معدى طيور الزينة معدى صغيرة ولا تستوعب كمية الحديد الكبيرة الموجودة في السبانخ كمان موجود في السبانخ الزرنيخ السام لا تقوى عليه طيور الزينة وبالتالي بيؤدى الى هلكها ولذلك يجب على المربي اولاوي الامتنع عن تقديم السبانخ لطيور الزينة بعض الخضروات تأثيرها على بعض طيور الزينة تأثير مميد فمثلا صمرة الطماطم نظرا لحمضيتها فانها تؤثر على طائر الكوكتيل بالذات واكل طائر الكوكتيل لصمرة واحدة للطماطم كفيلة بموته في الحال نظرا لحتواءها على احماض ومعدة طائر الكوكتيل حساسة جدا تجاه الحمضية الفواكف ففكهة الافوكادو تأثيرها سام جدا على طيور الباجي خصوصا وطيور الكاناريا ويمكن يكون تأثيرها اقل على بعض الطيور الاخرى لكن ثبت انها مميتة وسامة بالنسبة لطيور الكاناريا وطيور الباجي احتوي فكهة الافوكادو على مادة تسمى البرسين وهي مادة سامة جدا على طائر الباجي وطائر الكاناريا وكفيلة بموته في نفس اليوم اذا تناول طائر الكاناريا او طائر الباجي فكهة الافوكادو فانه يشعر بالاختناق في خلال 12 ساعة ولا يمر يوم انه يكون الطائر قد نفق او ماد يحرم تقديم الالبان ومنتجاتها لطيور الزين النظر اللي احتواء على مادة الالكتوز تأثيرها مميت على المعدة بتاعة الطيور وعشان كده واجب الامتناعة تماما عن تقديم الالبان والجبن ومنتجات الالبان لطيور الزين اما بالنسبة للفواكف فيمنع تقديم المانجة لطيور الزينة لان تأثيرها تأثير سلبي ويمنع من الخضروات البصل والتوم تأثيره مميت برضو على طيور الزينة اما بالنسبة للتفاح فقطع صغيرة جدا او شريحة صغيرة جدا تكفي لتقدمها لطيور الزينة اما تقدمها بكميات كبيرة فانها تؤدي الى تأثير سلبي على طيور الزينة اما الخضروات والفواكه المفيدة لطيور الزينة فهي الخضروات والفواكه التي تحتوي على الياف غذائية تحسن من الجهاز الهجمي للطائر وتقيه شر الامراض المعاوية والامساك والاسهال نظر لما تحتوي على الياف غذائية هنذكر منها الجزر نذكر منها البنجر نذكر منها الكوسة والخص والجرجير الى اخر ان عجبك الفيديو ادعمنا بلايك اعمل اشتراك للقناة لو ماكنش اشتراك شرف كبير لانك تبقى عضو في قناتنا هنجاوب على كل الاسئلة والاستفسارات اللي اعتصدنا منكم اتمنى الفيديو يكون عجبكو اذا اللقاء في فيديو اخر تقبل وتحيات